صنعاء المدينة التي حاوت كل فن والتي تغزل فيها المحضار والقميندان وأحمد عمر وغناها كبار المطربين من أبو بكر إلى الآنسي والمرشدي وأحمد قاسم وعشرات غيرهم لم تعد هي ذات المدينة التي رسمتها كتابات المقالح والبردون وشحار والحضاران والريحان وغيرهم ممن ذهبوا عشقا في المدينة التي لا تشبهها مدينة في العالم مليحة عاشقها السل والجرب هذه هي صنعاء في زمن الحوث الذي أذاق المدينة طعم المهانة والذل وأدخلها عصر السوق السوداء وكهف المسيرة الحوثية هنا لصوص يسرقون في وضح النهار لم يعد اللصوص ينتظرون حلول الليل بل يجاهرون بالسرقة كما هو في الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة تابعة لأحد المحلات التجارية اللصوص هنا بسيارة فارهة وبجثة ممتلئة لم يعد اللص ذلك الكسير الذليل بل بات الكاسر المتجبر واحدة من مئات الجرائم التي باتت ظاهرة منتشرة في شوارع وأحياء العاصمة المخطوفة يقول السكان إن السرقات باتت تحمل أسماء كثيرة منها يحدث باسم الدولة إذ يمارس مسلحه الميليشيا عمليات نهب واسعة للمحلات الكبيرة والبسطات والعربيات لسلب ما معهم باسم المجهود الحربي وباسم الزكاة والسجن عقاب كل من يرفض مصادرة ممتلكاته لكن انتشار السطو المسلح والقتل بغرض السرقات بات يشكل مصدر خوف وقلق بالغين للسكان بعد تسجيل عشرات الحوادث خلال الأشهر الأخيرة تصل بعض السرقات إلى القتل في حالة المقاومة انتشار هذه الجرائم يفسره مراقبون بأنه نتيجة لتعمد الميليشيا إطلاق المجرمين وأصحاب السوابق من السجون بالإضافة إلى غياب القانون وحمايته أسباب تجمعت لتظهر على هيئة ميليشيات منفلتة وسرقات للسيارات والمنازل وعصابات مسلحة تمارس النهبة بالإكراه في الشوارع صنعاء حاضرة التألف الروحي خصوصا في رمضان غير أن القمع الديني الذي تمارسه الميليشيات بصنعاء ترك آثاره على حياة الناس وتقوصهم الرمضانية ترجمة نانسي قنقر